أهل أنضم لنا من القاهرة اللواء معتصم عبدالله العجب عضو تجمع قدام المحاربين السودانيين ومن واشنطن تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الأفريقية بالولايات المتحدة مرحبا بكمان ضيفي الكريمين سيد معتصم ما شروط أي إجلاء ومن يمكن أن يوفرها بين الطرفين السلام عليكم عليكم السلام وكل عام الخير لكم ولكل السادة المستمعين الشروط الإجلاء أهم حاجة فيها التأمين التأمين دائما يكون فيه تواصل مع السلطات العسكرية والصديب الأحمر والجهات المعنية وخط السير تأمين خط السير أولا يعني داده كله والاتصال مع العمليات العسكرية لشوف أقرب أسلم الطرق يعني الإجراءات دي كلها بتهدف لي سلامة التوصيل من نقطة لنقطة ولو تيسر الصديب الأحمر على أساس أنه غافلة بتاعة عربات يكون فيها على الأقل عربية في المغدمة عربية في المؤخرة إسعافات أولية وإسعافات ضد الجروح ووقف النزيف الأشياء هذه لازم برضو تكون موجودة لو حصل أي هجوم من أي طرف ما كان متوقع فدل دل تأمين السليم يعني ولازم تكون معهم قوات برضو متحركة قوات للحماية قوات من طرف من من طرف الدولة نفسها اللي عايزة الطرف ده دي مسؤولية الدولة المسؤولية هنا مسؤولية الدولة مسؤولية القوات المسلحة وجهات الوزارة الخارجية هي التي تنسق الأعمال دي بين السفارات مثلا أو الهيئات الدولية أو وفود جاية جايرة لأي شبب من الأسباب حصلت اشتباكات سأعود إليك سيد معتصم دانيا أسأل سيد ناجي هنا ما الضمانات التي تبحث عنها الولايات المتحدة على وجه التحديد أولا من المهم جدا أن نحدد أن هناك نوعان من عمليات الإجلاء أولا في بيئات سانحة يكون فيها ربما قدرة على التأكد من وجود ضمانات لإخراج الأشخاص ولكن في ظروف أخرى الظروف غير السانحة هناك فوضى ليس هناك من جهة مسؤولة أو أن المسؤولين عن الوضع هم من الأعداء ويريدون إذاء المواطنين الذين عملوا على إجلائهم طبعا من الأسهل أن تحصل عمليات الإجلاء في ظروف مؤتية وهنا عند هذه الحالة لن نحتاج إلى كل الأدوات الضرورية في بيئة معادية وفي السودان اليوم علينا قدر المستطاع أن نتأكد مما إذا كانت السلطات الحكومية تسيطر مثلا على المطار هل يمكن الوصول إلى المطار بطريقة آمنة وكذلك لو سمح لأمريكا أن تأتي بطائرات إلى المطار هل هناك قوات معادية أخرى تعارض وجود الطائرات الأمريكية هناك الكثير من الظروف ومن الشروط التي يجدر أن تكون متوفرة وأمريكا الآن تتحضر لكل الاحتمالات للتأكد أنه لو انتقلنا من بيئة سانحة إلى بيئة معادية ستكون هناك الموارد الضرورية لإنجاح الإجلاء سيد معتصم في الظرف الحالي في السودان ونحن أمام قوتين عسكريتين كلاهما جزء من الدولة بشكل من الأشكال بتاريخهما في الدولة بواقع الحال كلاهما جزء من هذه الدولة هل تعتقد أن لدى الطرفين إمكانية امساك اليد إذا كانوا لم يستطيعوا تثبيت هدنة لساعات فكيف بإمكان الطرفين أن يضمنوا مرور رعاية حتى يتم إجلاؤهم خارج البلاد حقيقة الوضع معقد جدا كمثال يعني لو انت عايز تتحرك لمطار الخرطوم طريقا دبل ساعات مثلا في يد القوات المسلحة نحن نتكلم عن الحاصل ذلك الوقت يعني طبعا الوضع هذا حتى يعني في الدراسات أن يكون في احتلال قوات معروفة الخطوط لكن في الحالة دي نحن الطريق كان مثلا كما قلت لك مثالي يعني عاد ستتحرك من من العمارات من حياء العمارات وهو قريب جدا للمطار وقال لك خلا أداك الضوء الأخضر بأنك تتحرك لكن ما في ضمان حقيقة ما في ضمان لأنه هو مستويل على الطريق مثلا شارع المطار ممكن يفقده في دقائق نتيجة لهجمات القوات الثانية المعادية زي ما حصل هدف كثيرة جدا وطرق وارتكازات كان عليها الدعم السريع استلمت القوات المسلحة بعد شوية رجع الدعم السريع يعني ما يقدر يديه الهدنة زي ما قلت حتى الهدنة اللي حصلت ثلاثة ساعات أو الهدنة بتاعت الثلاثة يوم ما وقفت فيها الاشتباكات ما وقفت فيها الغتال في المناطق الحيوية فبالتالي أنا بشوف أنه ما في ضمان ما في ضمان إنك تديك حتى لو تمشي عشر دقائق في الشارع ما في ضمانات سيد تيبور حضرتك كنت مساعدا للمنبعوث الأمريكي إلى السودان حتى وقت قريب هل من واقع معرفتك بالسودان هل لدى البرهان من جهة ولدى حمدتي من جهة ثانية الكلمة والسيطرة على قواتهم حتى حتى في حال أعطوا ضمانات ستستجيب هذه القوات وتنضبط لهذه الضمانات حتى تتم عملية الإجلاء سؤال ممتاز سؤال ممتاز لو نتذكر منذ بضعة أيام كان هناك كانت هناك قافلة ديبلوماسية أطلق عليها النار يسهل أن نعطي الأوامر بعدم إطلاق النار على قافلة ديبلوماسية لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل ولكن التأكد من النتيجة أمر آخر عادة هناك قادة يسيطرون على الوضع ولكن في الوضع الحالي لا يمكننا أن نثق مئة بالمئة أن الأوامر سيتبعها الجميع هنا لابد من أن نأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بعملية إجلاء للأسف أكثر من مرة عندما كنت في غينيا مثلاً قمنا بعملية إجلاء المواطنين الأمريكيين من دولة سيراليون المجاورة ولدي خبرة شخصية في هذا المجال وهذه العمليات دائماً خطيرة للغاية وأهم ما يمكن أن تفعله السفارة في هذا المجال هو أن تؤمن الأمن للمواطنين الأمريكيين العملية برأيه ستكون معقدة وخطرة سيد معنتصم وحضرتك متابعة للأحداث وكنت تصف الوضع بالمعقد الآن هل برأيك سيقبل أي طرف أن تؤمن كل دولة رعاياها في عملية الإجلاء وأن لا تعتمد على الطرفين المقتتلين حقيقة تأمين بوسطة الدول التي عندها رعاياها الموجودين وعايز تأمينهم تطلعهم صعبة جدا في الظروف المعقدة حاليا في الظروف المعقدة حاليا يعني أنا أشرح لك باختصار في القوات المسلحة في ثلاثة أطراف دلوقت في المعركة في ثلاثة أطراف وما في طرفين وفي خمسة جيوش تانية موجودة هي الساعة برّة برّة المعركة يمكن أن تخش في أي وقت مساندة لزيد واللواي كويس في خمسة جيوش موجودة في البلس اللي اتنين ديل اللي هم القوات المسلحة والدعم السريع ففي حالة زي دي من الخطورة أنك تخش قوات بإعداد بتاعت حراسات يعني لأنك تدخل مثلا قوات كبيرة يعني عشان إيما تقدر تمشط منطقة كبيرة بين المنطقة بين مكان الإجليا نفرض أننا نتكلم عن مطار الخرطوم يعني أنا نتكلم عن مطار بورسودان دا أنا نتحدث بشكل عملي دلنا نقول مطار ماروي لأن مطار الخرطوم أنا أصبح الآن غير صالح غير طيب يفترض أنك تستخدم مطار بورسودان المسافة تقريبا 800 وحاجة كيلو متر كويس أنت هنا أمتار في الطريق ما بتقدر تتأكد منها يعني 800 كيلو متر عشان تأمنها بقوات أنت محتاج قوات كبيرة جدا يعني يعني ما محتاج لقوات بتاعت احتلال كويس فتدخل في زي ما قلت لك في ثلاثة أطراف في المعركة الحالية دي في ثلاثة أطراف لون القوات المسلحة والدعم السريع وقوات النظام البايد من أمن شعبي لدفاع شعبي لكتائب ظل لأشياء زي دي فدي كلها تعليمات ما بتجي من جهة واحدة يعني حتى القوات المسلحة ذاتها فوجئت نظراً يعني الدليل على كده أن العادلة كبير من الضباط أسرع في المعركة دي معناها في غيادة تانية هي التي تتحرك على الأرض حقيقة هي التي تتحرك فأفتكر أنه المزول القوات أنت بتحتاج لقوات طيب سيد ناجي أسوأ وحضرتك شاركت في عمليات إجلاء من قبل أسوأ سيناريو ممكن ما هو وانطلاقاً منه كيف ستكون عملية الإجلاء ما هو أسوأ سيناريو ممكن أن يحدث في الحديث عن عملية الإجلاء وكيف يمكن أن تتم عملية الإجلاء آنئذن نعم أسوأ السيناريو هو أن يقتلى أو يصاب بعض الأشخاص الذين نعمل على إجلائهم للأسف سبق وحصل ذلك في حياة حالات سابقة لذلك عندما نخطط لعملية الإجلاء نأخذ كل شيء بعين الاعتبار وبالحسبان طالما أن الظروف تسمح لذلك طبعاً يمكننا أن نضع أفضل خطة في العالم ولكن الظروف تتغير بسرعة على الأرض خاصة إن كانت هناك عدة قوات تتواجه عسكرياً على الأرض ولا نعرف إن كانت كل هذه القوات تستمع إلى أوامر القادة على سبيل المثال قوات الحكومة أو قوات الدعم السريع إن لم تسمح بعملية الإجلاء سيؤدي ذلك من دون شك إلى زج قوات أمريكية بأعداد كبيرة في عملية محتملة وكذلك ليست أمريكا فقط التي تقوم بعملية الإجلاء هناك دول أخرى تستعمل طائرات أو أي أمور أخرى وهنا التنصيق مع الدول الأخرى ضروري ويعقد الأمور إلى حد كبير مجدداً الوضع معقد وصعب للغاية وكما قلت للأسف دائماً هناك مآسياء وهذا محتمل سيد معتصم الخوف من أي طرف في حالة الإجلاء هذه؟ ما أقدر أحدد لك تختلف الأطراف ممكن من دولة لدولة تختلف نحن نتحدث عن السودان أعتبر نفسك سيد معتصم أعتبر نفسك لواء في قوة أخرى في دولة أخرى لو تجل أمريكان تختلف عن تجل فرنسيين تختلف عن تجل يابانيين أنا أعدد النقطة يعني لأن الطرف الزي ما قلت لك الأطراف الثلاثة عندها مثلا تعالفات أو عندها اتفاديات أو عندها مع الدول في حالة الرعاية الأمريكان يعني هذه الرعاية الأمريكان الخطورة تتضعف الخطورة تتضعف تفترك عن الليابان مثلا أو كوريا الليابة البلاد ما عندها بالنسبة للأطراف الثلاثة طيب سيد ناجي أخيرا في ثوان هل تعتقد بأن الطريق إلى عملية إجلاء ناجحة يبدأ بالاتصال بالعواصم الإقليمية ذات التأثير على الطرفين المقتتلين في السودان نعم من دون شك هذا التواصل يجدر أن يستمر طوال هذه العملية على كافة المستويات تيبور ناجي من واشنطن ومعتصم عبدالله العجب من القاهرة شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر